انا حسام جركس من سوريا عمري 40 سنة مدرب جنباز وملاكة مصينية ووشو كونفو ايام العطلة منيجي عن ملعب نتمرن فيها بالبيت ما فينا نتمرن لانه مساحة جنباز صغيرة بس منلعب بوكس منعب ملاكة مصينية ومتمرن بالعمر كان 16 سنة 17 سنة عمري كان ودخلت المجال للرياضة ظرف كتير بسيط كان من 3 شهور اخذت بطوط حلب واخذت اول بعد اخذت جمورية واخذت اول كمان ومشيت مسافات طويلة بمجال رياضة وابضيت اكتب من 17 سنة بمجال رياضة كجنباز كووشو كونفو هي الملكمة الصينية وصلت لانجازات عربية محلية انجازات اسياوية مرغب واسرع يلا اسرع اسرع تعلم في مهارات جنباز وخالفيات عملم اماميات...ولعبنا كمان معه السريق و geographical واني صائح حالي قام بالتعلمة والمستوي صار افضل كان أكثر من فرع عندي بسوريا في مدينة حلب عندي كان تحط طلبة سوريا كان بنادي الجلاء ولا كان بنادي الشرطة كافة الفئة كان عندي أشبال ناشئين شباب رجال سيدات عندي كان مجموعة صفوف أنه مختلط عائلات بين بعضهم أنا اليوم نو أمملي شغلي برياضة ما كنت اشتغلت بالدهين وما دهين ما شغلت هاي بس يعني دخلنا هون أنديا بلبنان بدنا جنسيات لبنانية حصرا حاولت أنا أشتغل بمجال رياضة ما يتوقع تشتغل بمجال رياضة واشتغلت بمجال دهين صلت معلم دهان اشتغلت على سؤالات ومسؤالات وورش وشغل وتعب شان قدر أعيش عائلتي يعني أكيد هلا بفتقد لعائلتي كتير كتير هو ما فينا ننسى هلا سبب أنه الحرب بسوريا وغزات هلا بها الفتر هيصلي ثلاث سنوات مشتول هذه ترجمة نانسي قنقر